أحمد بالأمس كان اليوم الأول من رمضان في مصر وبالتالي كيف التزم الناس بالحضر وبمواقيت الذهاب إلى البيت وأيضا ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في حال زيادة العدد وكسر حاجز المائتين إصابة في اليوم نعم وربما منذ ظهور أول إصابة فيروس كورونا المستجد منتصف شهر فبراير الماضي والحكومة المصرية تتخذ العديد من الإجراءات التي تسعى من خلالها إلى موازنة الأمور ما بين الإجراءات الاحترازية وما بين اتخاذ إجراءات تسمح باستمرار عجلة الحياة والإنتاج في مصر وربما أكد عليه رئيس الوزراء المصري خلال اجتماعي الأخير مع الحكومة المصرية وخلال مؤتمر الصحفي وبالتالي لجأت الحكومة المصرية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن التخفيف من حدة الحظر الذي فرضته خلال الفترة الماضية بالأمس بدأت بعض المراكز التجارية الكبرى في فتح أبوابها أمام الجمهور وأيضا اليوم وغدا من المقرر أن تفتح بعض الجهات الرسمية والجهات الحكومية الخدمية التي تتلقى عدد كبير جدا من الخدمات وتقوم بتقديم عدد من الخدمات للمواطنين المصريين من بينها الشهر العقاري ومن بينها أيضا قطاع المرور وذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازي اللازمة من ارتداء الكمامات وغيرها من استمرار في التعقيم للمباني أو استمرار في التعقيم لكافة المواطنين الراغبين في الدخول إلى التعامل مع منافس الخدمة التي تقدم على مدار وقت العمل في شهر رمضان الكريم من المعروف في شهر رمضان في مصر أن الحرقة في الصباح تشهد هدوءا نسبيا أو هدوءا كبيرا داخل القاهرة وفي مختلف المحافظات المصرية وبالتالي هي فترة كما قال رئيس الوزراء يمكن من خلالها البناء على ما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة القادمة سواء كانت إجراءات أكثر سرامة أو المزيد من التخفيف من حركة الحظ التي فرضتها في مصر خلال الفترة الماضية إذن هذه الصورة مع أحمد مصطفى من القاهرة شكرا جزيلا لك أحمد مصطفى من القاهرة